مع اشتداد المعارك في محيط العاصمة الليبية طرابلس بعد اطراف النزاع في البلاد تستمر حرب موازية على مواقع التواصل الاجتماعي تحريضا وتجريما وتخوينا وتقول بعثة الامم المتحدة للدعم ان هذا الخطاب البغض يخدم المصالح الضيقة لأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويخشون السلام معتبرة انه لا يمكن التسامح مع التحريض على العنف لانه قد يتسبب في الاذال الليبيين وقالت البعثة في بيان نشرت على صفحتها على تويتر ان المسألة تحظى بمتابعة البعثة ومراقب حقوق الانسان لان حماية حرية التعبير امر ضروري وعلى جميع الليبيين دعمها بعيدا عن الشحن والتحريض وتعرف ليبيا حالة استقطاب حاد عكستها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها كل طرف للهجوم على الآخر تحذيرات البعثة الاممية تأتي في ظل استمرار المعارك بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات اللواء المنتقاعد خلف حفتر والتي كان أبرز تطوراتها سيطرة قوات حكومة السراج على مدينة غريان غرب العاصمة طرابلس وهي المدينة التي كان يستخدمها حفتر منطلقا للهجوم على طرابلس وفي رده على سيطرة قوات حكومة الوفاق على مدينة غريان قال المركز الإعلامي لقوات حفتر أن السيطرة على المدينة جاءت بعد تساهل القوات مع أهل المدينة وعدم تنفيذ اعتقالات فيها وأعلنت غرفة عمليات حفتر أن مدينة غريان منطقة عمليات للسلاح الجو الليبي وسيتم استهداف أي آلية لما وصف البيان بالميليشيات الإرهابية حسب وصف البيان اشتركوا في القناة